هاي حبيباتي كيف حاكمش الأخبار يا رب تكونوا كتير من أحب فيديو اليوم شتقتلكم قد الدنيا وفيديو اليوم حس كتير هيك ذكرني بالأيام الخوالي للسببين أول سبب أنه أنا قاعدة هون عم بصور بالستوديو والستوديو هات صار أصلاً نادر لما أدخله أكيد اللي متابعني عارف قصة الكركيب اللي صارت فيه وتاني سبب اللي هو اليوم رح نجري فاوندشن شي غلام الجديد طبعاً اللي متابعني صار له زمان أكيد عارف أنه أنا تقريباً جربت كل الفاوندشن تبعت شي غلام الموجودة لقوا عمت عليهم تست كمان يعني طلعت برا فيهم وهيك فاليوم نفس الشي رح نسوي به هذا الفاوندشن الجديد من عند شي غلام وهذا اللي هو اسمه الشي غلام سكن ماجنت هاي كاورج فاوندشن ستيك وطبعاً من اسمه فاوندشن ستيك وهاي كاورج وماجنت فايعني تقريباً فيه كل شي بالحياة أنا أحبه كفاوندشن طبعاً أول ما نفتحه هايك نلاقيه انه في عندنا شغلات كثير جوه هاي الورعة اللي هي اللي فيها الشيدز أنا اي تنك درجتي رح تكون شل وطبعاً فيه 36 شيد يعني خليني أفرجيكم شايفين بنات فيه 36 شيدز ولو مهما كان الشيد تبعكم على الأغلب أكيد رح تلاقوا الدرجة تبعتكم وفي عندنا هون ست درجات وكمان هاي الفرشة الكثير رائعة لدمج الفاوندشن وكمان منشيل لعم هذا هو الشكل الفاوندشن وطبعاً من اسمه فاوندشن استيك يعني نفس الاستيك نفس هايك أنا جربت معكم على تيك توك هيك فيديو سريع حضرته على بشرتي وشفت كيف الفنش طبعه وكل شي بس يعني ما طلعت فيه لمدة يوم كامل علشان أختبره فاليوم رح نسوي هذا الشيء وأحب أقولكم انه درجة الحرارة تقريباً 50 فـ Good day عشان التستينج هلا منيجي عاد على شو مميزاته لهذا الفاوندشن أول شغلي من اسمه سكن ماغنت ماغنت يعني بظل لازق بالبشرة وبظل ثابت هو long lasting يعني ما بيختفي من البشرة بظل ثابت طول اليوم وهكذا البارت الثاني من اسمه هاي كفراج سو هاي كفراج يعني التغطية تبعته عالية هلا أنا صراحة بحب مرات انه مثلا لو انت عندك الابشن انه انت جيبي فاوندشن واحد فقط يعني للأبد يظل عندك انه انت جيبي يكون هاي كفراج ليش لانه انت بتقدر تتحكم بالتغطية على حسب الكمية تبعت الفاوندشن يعني مثلا أنا هذا لو بدي اياه يكون فل فل كفراج بحط وأعبي وجهي فيه اذا بدي اياه يكون ميديم لأ بحط مثلا خطين اذا بدي اياه يكون لايت بحط خط واحد او خط ونص فهمتوا فانتوا طبعاً لبتتحكموا هلا هاد التغطية تبعته بتيجي عالية بس بنفس الوقت بلدبل يعني ممكن مثلا انا لو محبت التغطية كتير بقدر انه ازود وبنفس الوقت بيعطينا هاد البلرينج افاكت يعني بيخفف من مظهر المسامات والخطوط الخفيفة الموجودة بالبشرة زي كأنه هيك بموههم واخر شغلة يعني انه هو ما بيحسس البشرة لانه ما في كحور ولا في هرمونات فجاهزين لنجرب هاد الفاوندشن اليوم اوكي مبدئياً الاضاءة عالية فخليني اقللها لو سمحتوا نفس ما انا قلت لكم درجتي في الفاوندشن هي الشل وخلييني شوف الكمية اللي بتحتوي عليهم هذا كله يعطوا تقريباً نصيحتي لقلكم قبل ما تستخدموا هاد الفاوندشن ان انتو تحطوا برايمر مرتب للبشرة لانه هو بيجي ستيك فاوندشن فيفضل ان انتو ترطبوا كتير منيح من قبله خصوصا اذا كان بشرتكم جافة فانا عيني وزعت هاد عبارة عن مرتب وبرايمر بنفس الوقت طبعاً عادي النوع اللي بدكم ايه الشيق لام كمان في عندهم برايمر باي The way Hydrating primer اوحطوا لكم صورته هلا اذا حبينا انو انتو تجربوه صراحا حلو بحس بيجي كتير كتير حلو مع هاد الفاوندشن لانه نفس الشي برايمر ومرطب اوكي تمام رطبنا بشرتنا و هلأ بدنا نجي عادة على الفاوندشن طبعاً طريقة الاستعمال جداً جداً بسيطة بدنا نجيب وبدنا نحط على حسب الكمية اللي نحنا بنحبها انا صراحة بدي احط بدي كفير جدا يعني فراح احط يعني واكتر وراح احط هون كمان مبدئيا شوفوا الشايد الشايد صراحة جدا ممتاز ومناسب لي لانه انا ما بحب الشايد اللي هو اللي بيكون كتير فاتح على بشرتي ما بتحمله الحلو في انه احنا بنقدر ندمجه بفرشة او ببيوتي بلندر او باصابعنا ادمجه جدا جدا سهل انا رح استخدم هاي الفرشة اليوم لادمج الفونديشن لانها هي كمان من شيقلام فخلينا نبلش طبعا دمجه كتير كتير سهل وكمان انا من اكتر الشغلات لحظة 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 وان المراية تبعتي مراية شيقلام المفضلة بالنسبة لي منقذة هاي اوكي اكتر شي لاحظتوا فيه انه انا كتير حبيت الدمج تبعه دمجه سهل وبنفس الوقت شكله على البشرة يعني انا هون قدامي مراية قاعدة عم بتطلع شكله زي كأنه بشرتي معاني انا حطت كمية منيحة منه انت شفتوه فما بيعطينا هداك المنظر الكيكي على البشرة بالمرة زي كأنه بشرتكم وكمان من اكتر الشغلات الي انا لاحظتها فيه وكنت الان شوي منها انه يكون ملمس وتقيل على البشرة لانه انا بكره احط شي على بشرتي يكون تقيل بحيث حرفيا بشرتي بتنخنئ ومكتومة فا انا ما بحب هلا ما حطيت تحت عيوني فراح احط هيك هالفرشة بنات كمان حلوة لان شهو فيها زوايا فاتوصل لتقريبا كل مكان ديروا بالكم كتير مهم انه انتو لما تيجوا توزع الفاونديشن تبعكم اذا بدكم اياه التغطية تبعتو تضلها كبيرة تبطبوا اما اذا بدكم تغطية ميديم اسحبوا لا مريات غصبا عنكم تضطروا انه انتو يعني تسحبوا بس يعني حاولوا مش متشدوش كتير يعني فاهمين علشان ما تخف التغطية مبدئيا في مجال نحكي عن الفرق البيفور والافتر شوفوا خليني اقرب لكم لتشوفوا زي كأنه مايسكن حرفيا كأنها بشرتي ولا كأنه في اي شي تقيل عليها ولا اي شي مع انه مقارنة بتغطية تبعتو المفروض البشر تكون مباينة كيكي بس لا فهاي اول شغلة حبيتها فيه حبيت دمجه السريع حبيت انه عمل لي زي هيكي بلرينج افكت للمسامات يعني شوفوا وطبعا اكيد النماش شوفوا شوفوا الفريق انا اساسا هالفترة بشريتي كتير كتير تعبانة وشعري وكل شي لانه قاعدة عم بمرق بسترس رهيب فعلشان هيكي جد جد انا كنت محتاجة انه انا اصور لكم هيك فيديو جد بحس اليوم هو اليوم المناسب لهذا الفيديو شايفين الفرق فرق كتير كتير هائل وقالت لكم بلدبل يعني لو محتاجة تغطية اكتر برجع بزيد هلأ رح نجي على الجهة الثانية ونفس الشي رح احط من الكمية اللي انا بديها هو اجين تتحكموا انتوا بالكمية على راحتكم اوكا اوكا وراح ابلش اني ادمج واجين اسمعت لكم بطبطبة اعين شوفوه وهذا هو شكل الفونديشن بعد ما دمجته على كل بشرتي ويا جماعة انا كتير كتير مبسوطة علي وكتير عجبني له هلأ بس لساتنا ما منعرف شو رح يصير معانا بخلال اليوم مع هالرطوبة ومع هالحر اللي برا اتمنى صراحة انه هو يصمد بس يعني عن جد عن جد مبدئيا كشكله حتى للبشرة انا ميت عليه لانه جد زي كأنه بشرتي بس اصفة اصفة هلأ قعد خليني اروح اكمل مكياجي اف كاميرا وارجع لكم ونبلش عاد الفلوغ تبع اليوم ونشوف يعني شو رح يصير بالفونديشن للليل وارجعت لكم بعد ما خلصت كل مكياجي بس ضروري كتير احكي لكم عن الهايلايتر اللي انا حطيته لانه متأكدة كتير رح تسألوني شوفوا قديش حلو هذا الهايلايتر هو هايلايتر بينك كمان من شيقلام اللي هو هذا اللي نزلوه جديد وفي منه كمان هاتول الشيات وصورتكم عليه فيديو يوتيوب هذا اللي اسمه اللونر غلو هايلايتر من عند شيقلام وهيك بنحطه هيك وبعدها بندمش شوفوا ما احلى قاعده بضوي وهذا هو شكل الميكوب تبعي والله يبنات ما بيفرق اي شيء عن الفونديشن الهاي اند اللي كتير كتير غاليين بالعكس كتير حلو هلأ الساعة نايا نايا سكري الباب هيني جاي طيب دقائق سكروا الباب احوان بنات اخوي دخلوا علي حبايبي اوكي اوكي اسال الساعة هلأ تقريبا اتناش ونص الظهر وخلينا نبلش يومنا يلا بيشوفكم بالسيارة مرحبا كيفكم يا بنات شو الاخبار استنوا خياتي اثبت الموبايل لحظه طبعا فيه كتير حكي فيه تبريرات حسنا فوقد انا عارفة انه شكلي كتير غريب عليكم لفت شيلة مختلفة شو صاير بالدنيا من قبل كم دقائق انا أنا كنت عادي لف الشيلي عادي بس أنا تزهيق 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 أعادت هيك قلت إنه خاص عن جد أنا كتير زهاني أنا نفسي أنا أغير أي شي بشكلي بستايلي كذا فقلت يلا خليني أبدل وأغير لف الشيلي وأجرب وهذا الشي اللي هما بيجوا هيك زي لنن فكتير كتير حلوين للصيف هلأ مبدئيا لما سكرت معكم الفيديو صراحة كان بيت أخوي جايين عنا فأروحت أعادت معهم شوي والساعة هلأ صارت تقريباً 2 ونص أنا سكرت الفيديو تقريباً كانت 12 ونص تقريباً مرأة ساعتين وبنات أحب أقولكم إنه الفاونديشن روعة لهلأ ما فيه أي شي الجو كتير 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 حر برا كتير بس الفاونديشن خرافي لهلأ ولا أي شي الجلوم تبعت الهايلايتر هذا الشي ثاني هذا الشي ثاني منتكلم عنه بعدين بس الفاونديشن عن جد كتير حلو يعني ما فيه ولا أي كومنت سلب عليه ولا خلطة ولا أي شي لساته كل شي بمكانه ثابت أموره تمام فهنا جيد الحمد لله إن شاء الله يا ربي يظل هيك حلو للأخير أنا صراحة اليوم طالعة مع أولاء أكيد كلكم عارفينها صاحبتي فأنا تقريباً عند بيتها المفروض إنه أنا هلأ يعني أخدها وننطلق ثاني سوف أخرجكم هلأ حركة اختراعاتي شايفين عشان ثبت الأمطة حطيت الحلق بالأمطة بداني صراحة حركة حلوة عشان الأمطة تثبت وحسي الشيلة في كل مكان بس أوكي يا أخي والله أحب شكلي في الشيلة كتير بس لنفس الوقت حسى إنه جد كتير بتبهدن يعني أنتم متخيلين أنا كمية الدبابيس اللي أنا هاططها بشيلتي مش متخيلين معي ساكري الباب هتعملي إيه؟ لحظة عم بصور أوكي تعالي أقول لهم هاي هاي كيف حالكم؟ أوكي أزايوكو قال لي كيف حالكم؟ أنا شي أزايوكو خاص ماشو ساري أربي طلعي علي ثلاث أسئلة ثلاث أسئلة شو رأيك بلافت الشيلة؟ حلو طبعاً يعني هاي أحلى ولا الأديمة؟ طبعاً دي طبعاً نورا أبتكره وليك أربي عنده خليمي أحب الشيلة أما شادي أكون حد ما سكها من هنا كلا ون نزح卡 أقشر وburnغين إلى واشاء عبلا أحلى ولكنو مليات أكون بزوم سؤال الثاني.. شو رايك بالفاونديشن؟ بالفاونديشن أيضاً سيكلام؟ بشو مخطط سوي كمان هو ال hackterald هي ال hackterald جي شوني الهي طبيعية ليس مكتلة عند σفظ سيكلام برضو أيضا؟ اتخليلي هادا الي الي جديد هذا البنك خرجتكم ايا انا قريدي والله كنت اقول لكم شابه ببراند اي بش لازم اقول عشان ظالط تحس ان والله انا فكرت في انتي كنت اقول لك ان عندي دائما كنش نفس صح كتير حلو شب 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 شي كلم بردو والله مشروفينه في الدنيا كلها المهم اوك خلاص اخدنا الابروفال من ولا على لفة الشيلة والفاونديشن والهايلايتر فا يهمني جدا رأيك شكرا جزيلا والله كديرا نجي الكعب اللي في دمك خاص يا جماعة خيلوا كل شوية الموبالي بيطفي عشان درجة الحرارة فخلاص عاد اراكم ان شاء الله بعد شوية هيك ونشوف شو اخبار الفاونديشن بس هذا هو شكله وهي ولاء تشرب ماي احب بحكي لكم انه اجينا نتصور بين نص الحر بين نص الحر وخلينا نشوف الفاونديشن شو اخباره نساته صامد بس اوصل على السيارة كمان بصور لكم هايه السيارة وصلت فتنش ادخل اوكي يا جماعة الساعة هلأ ثلاثة واربعين يعني بعد تقريبا ساعة ولسه الفاونديشن نفس ما انتوا شايفين اموره كلها تمام تمام طبعا درجة الحرارة كتير كتير عالية بس كله تمام وحتى ما طبع على الشيلين شوفوا الشيلة نظيفة كل امورها تمام الحمد لله هلأ هاي بنات الساعة هلأ أربعة ونص العصر وخليني افتح لان انا هلأ في باركينج المول شوفوا جمال الفاونديشن يا جماعة انا كتير مبهورة مع انه عن جد قاعدنا كتير نتمشى انا وولاء وتصورنا والجو كتير حار بس يعني شوفوا كتير حلو كتير حلو سوفوار ما في اي شيء شوف عاد لنهاية الطلع هلأ يعني انا الساعة ده اتناش ونص حطيتو اتناش ونص واحد ونص ونتين ونص تعتو نص اربعة ونص يعني كم ساعة تقريبا اه اتناش ونص لحلو بسو غاد بالليل كمان هنشوف غاد بالليل شو حسي هيا الله اراكم اوكي حبايبي واجينا عشان نحلي انا الولاء جعلنا بالنا رز بالابن قاعدة تتعامل مع الكاميرا كأنها مراية ما علينا الساعة هلأ سبعة ونص طبعا انا اخدت موبايل ولااء منها هاد موبايلها شوفوا الفاونديشن استنو هفتح فلاش وانو انا اقعدة بمطعم قصم وفضيحة بس اوكي شوفوا الفاونديشن بجنن يا بنات بجنن شوفوا ولا في اي شي المفروض شوي هيك وانروح فارح فارجيكم كمان نساكلوا كيف اوكي بنات وهلأ صارت الساعة ثمانية وثلث تقريبا وخلصنا تقريبا يا خاص نحنا وصلنا لنهاية الطلعة وهلأ مروحين على البيت وبس حب افرجيكم الفاونديشن سوفار الفاونديشن انا باعطي عشرة من عشرة حرفيا لانو ولا اي شي تغير فيه شو رأيك ولا تحفو عن جد كتير كتير حلو وعلى الفكرة نحنا كتير مشينا وكتير الجو حر يعني تخينوا انا مساعة 12 ونص الصبح تقريبا حاطته وهلأ الساعة 8 ونص يعتبر تقريبا فعن جد عن جد كتير كتير حلو ثابات شكله على البشرة شكله على السكن فعلا حتى المناطق عندي اللي بدهن بالعادة خصوصا بالرطوبة المناطق اللي هي اللي حوالين الانف عندي كتير بالدهن فيعني هون شوفوا ولا اي شي الفونديشن ظل ثابت وكتير كتير كتير حلو ونفس الوقت كمان اهم شي انه كتير كتير خفيف على البشرة يعني ما دايقني ولا اي شي ولا ساح ولا اختفى بالعكس وكمان اللي حبيته فيه انه حتى الشيلة نشوفه نهاية تطلعة بالمرة ما عليها اي شي فصراحة عن جد عن جد الفونديشن كتير كتير حلو نفس ما قلت لكم اذا انتوا بتحبوا الفونديشن ستيكس روحوا اخدوا من عندهم كتير كتير حلو يعتبر هاده من التوب فونديشن عن شي غلام اللي جربتهم ماي فيفورت وان صراحة اللي هو الهايدريتنج فونديشن ثاني واحد هاده ثالث واحد اللي هو الكمبليكس اللي هو المعد اول واحد طلع اذا حابين ان انتوا تطلبوا هاد الفونديشن اكيد طبعا كل الديتيلز تحت اسم الفونديشن الكود تبع وكل شي رح تلاقوه تحت مع موقع شي ان اكيد وبس والله هايك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعي اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا منه اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تساولي لايك وسبسكريب وكومنت وبحبكم قد الدنيا وان شاء الله بشوفكم فيديو جديد يلا بي